لك على سر. قل. سر. ايه سر. اهم حاجة اعرفي علاقتها بحماة او حماكي عاملة ازاي. دي مهمة جدا 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 جدا. والله بصراحة ياحيان انا مش معك في الحتة دي بصراحة لان انا ممكن تبقى علاقتي بحماتي او بحماية مش كويسة بس انا ام كويسة. يعني مش عايزة المشاكل اللي انا شفتها في حياتي بنتي تعيشها في حياتها. فممكن يكون علاقة بين حماية وحماتي مش كويسة. حلو جدا. ولا هي يا ستات. انت شايفة انت بتعامل الراجل ازاي. هي دي البنت وهي بتتجاوز الام زي ما بتعامل جزها جزء كبير جدا هينطبع على الولد ده. الولد اللي انت هتتجاوزي. فتعامل الراجل في البيت عامل ازاي. هل الراجل ليه كلمة؟ هل الراجل ملوش كلمة؟ التعامل مش المشاكل بيننا. هي الستة دي بتعتبر الراجل عامل ازاي. اه يعني ممكن دي مهمة ان انا شوف بيتعامل زي مع مامته وبابا. اه. يعني مامته بتعامل بابا ازاي. برافو عليك. دي مهمة جدا. اه. على فكرة ممكن يبقى في مشاكل. اه. بس انت تحترم. بس فيه في الاخر. اه راجعة. ليها كبير يعني. ايوه. ليها كبير. اعرف انت عايز توصل ليه. برافو عليكي. واللي ملوش كبير. يشتري له كبير. يشتري له كبير بالظبط جدا. خدي بالك. ليها كبير. صدقيني. اهم حاجة في الموضوع. عشان بنعرف نلمة بعد كده. ايوه. ليها كبير. اه. اللي هو جزهة. اه. بتعمل له حساب. بتعمل له كده. التمني. ليه؟. مهما هيحصل فيه كبير هنرجع له. تمام. حلو كده؟. حلو كده. في واحدة ست ملهاش كبير. اه. مش هتعرف تحلي وتربطي معها. صح. خلاص. مش هننعرف نحل. ما هو الفكرة هنا فين؟. قبل ما تخش على بيت. اعرف البيت ده ليه كبير في المشكلة ولا لا. لما يحصل خلاف بينك وبين مراتك. وعلى فكرة مش بس البنت اللي بقى ليها كبير. الولد. كمان الراجل لازم يبقى ليه كبير. طبعا. يعني انا بشوف جوازات بتبوز بسبب ان الراجل ده مش لقى حد كبير يكلمه. برافو عليك. مش حد يقوله عيب كده. برافو عليك. ما يصحش ازاي تعمل كده فيها. ففعلا بتحس ان انت مشلول. برافو عليك. لان انت مش هارف توصل له حد كبير يا جماعة يكلم الراجل. حد ينصحه. اه. هو هو مش قابل نصيحة حد. بالزبط. هو ملوش كبير. بالزبط. في حتة الكبير دي اللي احنا افتخدناها. بالزبط. ودي ولدت مشاكل كبيرة قوي قوي في حياتنا. فيه ست حمى جزها بيرجع لها ققفي هنا. ما تعمليش كده. فدي ليها كبير. تمام. فانا بقى متطمنة. عارفة ان انا في ايد امينة. تمام. غير الست اللي ما ملهاش كبير ولقى ومحكمة رأيها وممكن تخرب بيوت.